اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقلنا ان الاخطاء بتاعتنا ديت واردة يعني اي جهاز وارد ان يبقى فيه نسبة خطأ بس نسبة الخطأ دي لما ابقى عرفها احسن ما تبقى مجهولة بالنسبة لي بمعنى ايه؟ فاكريني يا ولاد كده لما قلنا ان احنا عندنا الجهاز بتاعنا ممكن اقرى القيمة بوضع غير الوضع اللي الجهاز مؤلف منه بمعنى ايه؟ يعني انا كاتب على الجهاز من بره الجهاز ده هو وليكن يعمل في وضعه افقي انا خليته عمودي يبقى القراءة تطلع مش مظبوطة او الجهاز دوت مكتوب عليه من بره كده ان هو عند استخدامه يعمل على الطير المستمر انا روحت جايه حطه على الطير المتغير يعمل لي مشكلة فبالتالي لازم اقرى الاول كتالوج الجهاز والكتالوج بتاع الجهاز دوت اللي احنا بنسميه داتا شيت او لما نطلع بقى ان شاء الله في سوق العمل كده ونروح محط التوليد او مصنع كهرابي او مصنع الكترونات هلاقي حاجة اسمها الداتا شيت الداتا شيت دي عبارة عن كتالوج بيتحط فيه كل المعلومات عن الجهاز اللي انت هتشتغل عليه بحيث برضو ان انت برضو يعني ايه احنا بنشتغل في مكان حساس جدا اللي هو الكهربة فالكهربة ديت عشان نعمل معايرة ليها او عشان نستخدم الكهاز فيها لازم نكون في سيفتي تام يعني في امان تام فبالتالي لما اشتغل على الجهاز اول ما طلعه كده من الكارتونة بتاعته هقرأ الاول الرموز اللي عليه واتفقنا مع بعضنا برضو الحلقة اللي فاتت قلنا الرموز دي تعتبر ايه لو حرف الايه يبقى ده اميتر لو حرف الفي يبقى فولتاميتر لو حرف الدابليو يبقى واتميتر خلوا بالكو بقى من الكلام ده هو ومش كده وبس ده احنا نستعرضنا نموذج للجهاز استاندر طيار مستمر عمل لي حرف الان كده يبقى ده طيار متغير وما سدنيش كمان ده قال لي اقصى عزم ان الجهاز ده ممكن يستحمله او يتحمله جهد انهيار يعني ممكن بعد كده يحصل مشكلة في الجهاز بيبقى كتيبلي عليه برضو بحيس ان انا محطوش في كمية كبيرة جدا والجهاز ينحرق في ايدي وتعرض لطيار كهرابي عالي جدا وتكهرب عشان كده قلنا قراءة الكتالوج او قراءة وجهة الجهاز اساسية في مادة اجهز القياس طيب ايه تاني خدناه قلنا ان احنا عندنا مثلا في اخطاء بتنتج من الجهاز نتيجة خطأ عشواء اخطاء تانية نتيجة خطأ بيبقى خطأ بيسموه خطأ غير نظامي خطأ غير نظامي يعني ايه يعني ممكن التدريج عندنا لو انتوا تلاحظوا كده في بعض الاجهزة الاميتر بتلاقي التدريج منتظم اجهزة تانية تلاقي التدريج غير منتظم فاخد في اعتباري شكل التدريج شكله ايه هل في تدريج منتظم انا شغال عليه ولا التدريج اللي عندي تدريج غير منتظم كمان مش كده وبس ده احنا اخدنا حاجة بوارده تعتبر مهمة جدا لو انا عندي قيمة حقيقية الجهاز المفروض يقراها ودامي قيمة تانية خالص يعني انا مثلا جيت قلتلك انا عندي القيمة الحقيقية للجهاز ده هو اتوليكن اميتر او فولتاميتر ولتكن مثلا متين فولت فلما جينا اشتغلنا بالجهاز لانها مية تسعة وتسعين فولت او مية تمانية وتسعين فولت فيه فرق هنا حوالي اتنين اتنين فولت او اتنين امبيل لو انا هشغال بجهاز معايد ايه اللي بيحصل ده ده بيسمونه نسبة خطأ طب الخطأ ده بيروح فين جميع الاجهزة اللي عندنا بتتأثر بدرجات الحرارة بمعنى لو انا عندي الجهاز ده هو محتوط في الشتة غير الجهاز اللي بيستدم في الصيف يعني يا مستر الاجهزة بتاعتنا في الصيف غير الشتة او مثال بسيط الجهاز بيسخم بطريقة طريقة عالية جدا لكن لو شغالين في الشتة نسبة السخونية بتاع الجهاز بيكون سائع فبالتالي الجهاز بتأثر بدرجة الحرارة سانين الجهاز ده محتوط فيها محتوط في معدات ومحولات ومولدات ومحتوط في خطوط انتاج فبالتالي كده كده بيتأثر بالعوامل المحيطة فانا لازم اخد في اعتباري ان لمعظم الاجهزة ده هي بيتعمل لها عملية خطأ. والخطأ ده هو تبكن يكون مقصود ميني انا. يعني ايه مقصود مين يا مستر؟ يعني انا ممكن نقرأ السبعة لانها ستة. واحد في اللغة الانجليزية مش قد كده فقرأة الستة لانها تسعة. فده وارد. ده اسمه خطأ ميني انا. لكن فيه خطأ في الجهاز نفسه. اللي هو تأثر الجهاز بدرجة الحرارة. في حاجة تانية زي ما قلت لكم في الاول خالص ان الجهاز المفروض يتحط في وضعه افقي. انا للاسف شغلته على وضع رأسي. فده برضو هيديني ايه خطأ في الايه? خطأ في القراءة. امالت المؤشر نفسه. المؤشرات عندنا الاجهزة الاديمة اللي هي الديجيتال اللي هي الانالوج الاديمة اللي هي المشغلة بمؤشر. زي ما اتفقنا كده مع بعض واستعرضنا ان الاجهزة دي كتت تسمى اجهزة بيانية. يعني فيها مؤشر. كتت القيمة المقاصة بدخلها عليها. المؤشر يشتغل يمين او شمال. طب الله تم هو المؤشر ده هو عشان يرجع للصفر تاني ممكن ياخد وقت. بمعنى ايه مستر? انا دلوقتي ارى قيمة قهربية معينة. القيمة القهربية اللي اراها ده تولتاكم مثلا اكس. يعني اكس ديت ممكن تكون واحد او اتنين او تلاتة او عشرة. الجهاز ارى القيمة وقف عند اكس فعلا يعني فعلا الجهاز ارى عشرة امبير او عشرة فولت. الجهاز بعد ما بشير الكهرباء منه افصل الطيارة عنه بياخد وقت عشان نرجع للمؤشر تاني. فده بيبقى ورضو مشكلة عندنا بيلاقيها في الجهاز. عشان كده الاجهزة كلها اللي شتغلنا عليها. بيلاقي في زرار كده بره او في علامة كده بره اسمها زرار ضبط الصفر. ان الصفر بتاعي قبل خلوا بالكو بقى وانا جاي اشتغل على قيمة مقاصة حقيقية. ايه وعد تشتغل كده مباشرة ان الجهاز تجيبه كده من الكارتونة وطلوح جاي حطه في الطيار. لا لازم تلقوه وتتأكد بعينيك ان المؤشر واقف على الصفر. لان المؤشر لانه خلوا بالكو الواحد امبير والواحد من عشرة امبير يفرق في الاجهزة الكبيرة. بالذات في محطات التوليد. فاحنا لازم نكون وحنا شغلين عينينا في وسط راسنا. بمعنى ايه? ان انا هقرى قيمة مقاصة مثلا ولتكن 30 امبير. وانا مش زبط جهاز عند الصفر. فاتوماتيك هيقرى قيمة اعلى من 30. فكده اقول اقول بقى الدنيا مش مزبوطة والطيار في الخط مش مزبوط واتطر اهد حاجات واعمل حاجات. وده كله خطأ مننا. انا اللي عملت المشكلة دي كلها. فبالتالي اول حاجة تعملها وانت شغل في اجهزة القياس لازم يعنيك تكون على المؤشر لو انت شغل بالاجهزة القديمة اللي هي الاجهزة الايه? الانالوج مش الديجيطال الحديثة. اللي هي فاهم مؤشر. لازم يكون وضع عند الايه? عند الصفر وتأكد تسعين في المية بل مية في المية ان المؤشر عند الصفر. طب افترضنا جيت كده اشتغلت لقيت الجهاز بتاعي مش عند الصفر. اعمل ايه? اقول خلاص بقى? لا. هتلاقي كده على الجهاز من برا علامة كده او عاملة زي المصمار كده. بتروح جاي لفه كده بيمفك او ممكن تلفه بتلفه بيدك كده بالراحة. بتلاقي المؤشر بتاعي حدف للايه? حدف للصفر. فلازم اتأكد ان المؤشر بتاعي صفر. طب تمام. ساعات كده بما نجي نخش على المعمل اللي هو هلاف فولت كده. الاقي جهاز مثلا مكتوب عليه اميتر. واجه اروح جايب واخد الطرفين بتوعهم. حاطتهم على حمل معين زي المقاومات او المكسفات او الملفات. الاقي القراءة بدل ما بيلف على يمين يمة التدريج. لا ده دخل بعد الصفر. يعني يمة السالب. ده مشكلة في ايه? هنا بقى بيسموها مشكلة القطبية. يعني ايه القطبية? يعني انا شغالي. المفروض السالب مع السالب والموجب مع الموجب. انا عكست. خليت الموجب مع السالب والسالب مع الموجب. فهنا حصل حاجة اسمها انعكاس قطبية. فليت المؤشر. بدل ما شغال يمين زي المؤشرات العادية. لا ده حدا في ناحية السالب او بعد الصفر طبعا ما فيش ارقام تانية. فاقول القراءة كده خطأ ويبقى الدنيا بتاعت مش مش مزبوطة. وممكن كمان يحصل مشكلة للجهاز وينحرق. تمام? نلاحز برضو في اجهزة الامترات والفولتامترات لما نيجي انشغالها. الامترات كلها تتوصل في الدائرة على التوالي. ودي لت لحكمة. لان الامتر مقاومته الداخلية صغيرة. فلو وصلتوا على التوازي هينحرق مني. هيسح في ايدي. فبالتالي هيعمل لي مشكلة. عشان كده الامترات كلها توصل في الدائرة الكهربية على التوالي. اما الفولتاميتر مقاومته الداخلية كبيرة جدا كجهاز. عشان كده ممكن اشغاله على الايه? على التوازي. طب استكمالا بقى الحلقة لحلقة الأسبوع اللي فات هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا اللي هي أجهزة القياس نفسها بقى احنا اشتغلنا على الأخطاء واشتغلنا على أنواعها واشتغلنا الأخطاء دا بتيجي منين وخطأ منين وخطأ مني أو من الجهاز نفسه اللي هو النظامي والعشوائي وأخطأ داخل الجهاز وأخطأ محيطة بالجهاز كلya دا تعرفنا عليه في المراجعة الأوليني المراجعة النهاردة بقى تعتبر مهمة جدا جدا يا ولاد عشان هنشتغل على الأجهزة من جوه يعني إيه الأجهزة من جوه يعني الجهاز نعرف تركيبه إيه ومش كده وبس نعرف مزاياه وعيوبه ومشتغل إزاي طب الحاجات دي هتفرق معاه مطلع بره إن شاء الله أروح سأعمل أو أكمل آه طبعا هتفرق معاه لإني لازم أعرف نظريت العمل بتاع الجهاز إيه لإني كل جهاز ليه طبيعته وكل جهاز ليه تركيبه كمان مش كده ده أنا أعرف مزاياه الجهاز ده إيه عشان لما أجتعامل مع أكتر من نوع من الأجهزة في السوق أبعارف الجهاز ده مزاياه إيه وعيوبه إيه والمزايا اللي بتاحته لو لديها أكتر أبطر أجيبه مزاياه أقل من أقل كتير أو عيوبه كتير لا بلاش منه فبالتالي لازم أدرس الجهاز كمزايا كعيوب كاستخدام كتركيب بس قبل ما نتكلم على الأجهزة كأنواع واستخدام وتركيب في حاجة عندنا مهمة لسه متكلمين علىها من شوي اللي هي إيه أنت قلت لي يا مستر أن المؤشر بتاعي ساعات يقعد فترة طويلة عشان يرجع للصفر وساعات يتحرك من الصفر الرقم 5 أو 6 حسب القيمة اللي أنا أقراها هو المؤشر ده بيتحرك إزاي عندنا حاجة مهمة جدا المؤشر طبعا ده لازم يكون مسبت في الجهاز وفيه تقل من تحته يعني إيه تقل من تحته يا مستر عندنا حاجة اسمها عزم الانحراف عشان كده بيجي ليسؤال يقول لي إيه بقى عرف كل من عزم الانحراف وعزم التحكم يعني إيه عزم الانحراف عزم الانحراف هو العزم الناشئ من تأثير الكمية المقاسة والتي يسبب حركة المؤشر يعني إيه مستر الكلام ده أنا دلوقتي عندي كمية هقراها الكمية دي أولتكم مثلا 5 فولت أو 6 فولت أو 10 فولت أو 20 أمبير أو 30 واط أي كمية كهربية هيس أول ما بدخل الكهرباء على الجهاز الجهاز ده بيتعمل له عزم الانحراف المسؤول عن عزم الانحراف هنا تقل اسمه عزم الانحراف عشان كده ما جا أقول لك يعني إيه عزم الانحراف واللي هو عزم ناشئ من تأثير الكمية المقاسة والذي يسبب حركة المؤشر طيب في عندنا عزم تاني اسمه عزم التحكم هو بقى عزم بيعاكس الانحراف عزم مضاب يتولد نتيجة عدم عزم الانحراف ويتناسب مع سرعة الإيه الانحراف يعني إيه الكلام ده أنا دلوقتي عند اميتر بيشتغل والاميتر دهوت قلتوله اشتغلي اميتر إرى القمية المقاسة في السلك 드�هوت أو في المنبع دهوت أو في الحملة دهوت عزم التحكم هو اللي حيخلي المؤشر يشتغل تمام كده؟ او عزم الانحراف هو اللي يخلي المؤشر يتحرك من الصيف لغاية لما وصل عند القمى اللي أنا هقراه عزم التاني اللي هو بيسموه عزم إيه بقى اللي احنا قلناه عزم التحكم اللي هو بقى يفضل المثبت المؤشر عند الرقم اللي الجهاز اراه. تمام كده? يبقى العزمين دول مهمين جدا عند عمل اي جهاز كهرابي شغال بمؤشر. طب اجهزة المؤشر دي يا مستر موجودة اه مازالت موجود لان في محطات التوليد لا غنى عن الاجهزة دي فيه. مهما كان في اجهزة ديجتال بتستخدم في حاجات تاني. لان الاجهزة دي تعتبر يعني حساسة جدا جدا جدا. ونسبة الخطأ فيها تكاد لكون لا تذكر. عشان كده شغالة كتير او او في محطرة التوليد. وبالاخص لما قيز قدرة قدرة غير فعالة وفعالة زي الاجهزة التسجيلية اللي تكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت. طب يا مستر انت دلوقتي قلت لنا ان في عزمين عندنا في الجهاز. عزم اسمه عزم تحكم وعزم تاني اسمه عزم الحراف. عزم الحراف ووظفته ايه? هو اللي هياخد المؤشر من صفر لغة القيمة اللي انت اقتقراه. يعني انت اول ما بتدخله على الحمل بتاعك بيره مسلا عشر. اللي هيحرك الجهاز من صفر لعشرة عزم الحراف. اللي هيسبت المؤشر عند رقم عشرة. اللي هيروح يمين ولا روح شمال. عزم ايه? برافو عليكم. عزم التحكم. يبقى عزم التحكم ووظفته في الدائرة او في الجهاز اللي عندنا اللي هو بيسبت المؤشر. يعني يهي بيسبت المؤشر يا مستر? يعني بيخليه بقى يجي عند العشرة ويستقر. طب ليه عند العشرة? لان الطيار فعلا الحقيقي اللي ماشي في الدائرة عشرة امبير مش حداشر ولا عشرة واحد من عشرة. يبقى انا كده فرقت بين عزم التحكم وعزم التاني عزم الايه? عزم الانحراف. نشوف سؤال كمان. بيقول لي بقى ايه? قارن بين عزم التحكم بوسطة اسقال وعزم التحكم بوسطة يايات او اللي هي الولابي. ايه الكلام ده يا مستر? انت بتقول لنا دلوقتي ان في عزم تحكم وعرفناه وعزم تاني اسمه وعزم انحراف. ايه بقى لازمته عزم التحكم ده تتكلم عن اسقال وتتكلم عن اياي. ما خلوا بالكم. ما عشان اتحكم في حركة المؤشر لازم احط تقلي. عارفينو احنا بمصطات سمك كده? ساعات نرمي الصنارة كده والحط حاجة اسمها لايه? ها? فاكرينها اللي تبقى على وش المية ديت? دي لو مش موجودة انا مش اعرف ايه السمك عدة ما عداش مش اعرف مش هتديني مؤشر اللي بيحصل تحت ايه? تمام كده? فبالتالي هنا برضو لازم احط مع المؤشر بتاعي وزن معين كده عليه. ايجي الوزن ده بيكون مصنوع من الصلب او مصنوع مليايات. وده بيتحط في اخر المؤشر عشان يخلي المؤشر يستقر. لان المؤشر ده لو جينا بسطناه مصنوع من البلاستيك او مصنوع من معدن من معدن خفيف جدا. فبالتالي اي حركة يعني اي 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 حاجة معدية كده هتخليه يتحرك. عشان كده لازم نعمله عملية تزبيت. فاحنا هنحط في العزم التحكم عشان المؤشر يزبط حاجتين. يهما نحط اسقال. اسقال من من الصلب او اسقال من الحديد المطاوع او نحط الناحة التانية يايات. بيسموها يايات لولابي. عامزة السوستة كده يايات لولابي. بيجي يقول لي بقى في الامتحان ايه? قرم بنده وده. وده ايه وزفته وده ايه وزفته? نبص كده الراجل بيقول لنا ايه? بقول لي عزم التحكم بوسطة اسقال رخيص التامن. لا يحدث له تشوهات. يعني ايه? يعني رخيص التامن ومتداول. لا يحدث له تشوهات. يعني ما بيعملش تشوهات في الدارة القهربية. يصنع من مادة معدنية تقيلة عشان تمسك المؤشر. عدم تأسره بدرجة الحرارة. يعني ملوش دعوة بدرجة الحرارة. ما بتأسرش بيها. ضروري في استخدام الجهاز لما اشتغل فوضع رأسي. عشان اللي اخلوا بالكم. لما ليس سألين من دلوقت من شوية. ان الجهاز الرأسي. ان الجهاز الرأسي غير الجهاز الافقي. فلازم اخب بالي من الحتة دي اوي. طب تمام. اخر حاجة. العزم التاني بقى له عزم التحكم بوسط اليايات اللولابي. اجهزته غالية التامن. يبقى ما اجهزته بقى عشان تعرفوا ان المقارنة بين الاجهزة مهمة جدا عشان اعرف مين رخيص ومين غالي. طبعا كل حاجة لها مزايا ولها عيوب. الحاجة التانية. بيحدث له تشوهات. الناحية التانية ما كانش فيه تشوهات. اليايات لو موجودة اللولابية ديت بتصنع من درجة او من مادة غير مغناطيسية. فبالتالي ما بتتأثرش بدرجة الحرارة زيها زي التانية. يستخدم الجهاز في اي وضع. دي بقى الميزة الحلوة. هناك كان لازم الجهاز يشتغل في وضع رأسي. لو قال لك الاسقال اللي هي التحكم بالاسقال. قال لازم الجهاز يكون في وضع رأس. اما التاني يستخدم الجهاز في اي وضع. طيب الاجهزة المستخدمة هنا بتبقى اشد دقة من الاجهزة المستخدمة بواسطة الاسقال. نشوف السؤال تاني. بيقول لي بقى ايه? عزم الفرمالة. ايه يا مستر? وانت دلوقتي دخلتنا عزم تحكم. طلعتنا في عزم تاني. اسمه عزم الحراف. دخلتنا في عزم تالت اسمه عزم الفرمالة. الفرمالة دي مهمة جدا نخلو بالكم. اللي هي بقى ايه? مش هحنا قلنا فيه تحكم. التحكم ده وظيفته ايه? يثبت المؤشر. لكن مين اللي هيفضل متحكم لي. في قيمة المؤشر ولا يتحرك يمين ولا شمال? اللي هو عزم التحكم. لكن لازم اعمل فرمالة للمؤشر. يعني ايه فرمالة? المجهاز بتاعي لما بدخل عليكم مية مقاسة. العزم الحراف بياخدوا من الصفر وديه للرقم. اللي بيثبته عند الرقم عزم الايه? ها? برافو عليكم. عزم الفرمالة ده هو يعتبر مكمل للعزم الاولاني اللي هو عزم التحكم. مكمل ليه ازاي? ان التحكم خلاص اتحكم في قيمة معينة ويف عند رقم تسعة ورقم عشر. اللي هيخليه بقى مكمل المشوار وثابت وما يتحركش يمين ولا شمال. ويفضل قرس عليه عزم الفرمالة. زي فرمالة العربية كده او فرمالة البسكليتة بتاعتك. تمام كده? طب نقول بقى العزم ده عبارة عنين? هو عزم مضاد لزبزبت المؤشر. يعني المؤشر بيفضل يتحرك يمين وشمال كده ده بيثبته عند وضع معين هو عزم مضاد لزبزبت المؤشر. عشان لا يخليه لا يمين يمين ولا يمين الشمال. وفي نفس الوقت يبقى ساكن. وباقصى سرعة ممكنة له يمكن قراءة الجهاز بسهولة ويسر على التدريج ويمكن الحصول منه عن طريق ايه? الطيرات الدوامية بواسطة فرمالة الهواء. يبقى المقصود هنا بعزم الفرمالة انه ممكن اشتغل على حاجة اسمها الفرمالة الهوائية اللي هي موجودة في الجهاز عندي عن طريق التجازب والترافر اللي هنشوفها كمان شوية هي الاساسية في عمل العزم ده هو. نشوف السؤال بعد كده. بيقول لي بقى ايه? دي اول الاجهزة اللي عندنا اللي هنشتغل عليها ان شاء الله الترمي دهوت وباذن الله دي اساسية في الامتحانات بتاعتنا في المراجعة. بيقول لي وضح مع الرسم تركيب ونظرية عمل جهاز القياس ذو الملف المتحرك. لو ترجعوا كده بالزاكرة شوية في الحلقة اللي فاتت وان احنا عندنا مجموعة اجهزة. اللي هو الملف المتحرك والملف السابت والملف الحراري والتجاذبي والتنافوري دي كلها كانت انواح في اجهزة القياس. طب يا اولاد. اجهزة القياس اللي انتو شفتوها معنا الحلقة اللي فاتت ديت وبنكملها المراض. هل كل جهاز مختلف عن التاني ولا كلهم استندر واحد او سابتة لا طبعا. كل جهاز لنظرية عمل وغير التاني. بس ممكن تكون متشابهة ببعض الحاجات. كزالك كل جهاز عندنا ليه تركيب معين. فبالتالي الاجهزة كلها مش متركبة تركيب واحد. ممكن تكون في مجموعة سابت في الجهاز زي التدريج زي الملفات. دي هتلاقها في كل الملفات. لكن في حاجة جوا جوا الجهاز نفسه بتميز جهاز عن جهاز تاني. دي رقم واحد. رقم اتنين. الاجهزة كلها نظرية العمل فيها مختلفة عن التانية. في اجهزة نظرية تعتمد على التجاذب. اجهزة تانية تعتمد على التنافر. اجهزة تانية تعتمد على التمدد الحراري. دي هنشوفها برضو ان شاء الله في الحلقة دي. طيب. يبقى تختلف في التركيب اه. تختلف في في نظرية العمل اه. تختلف في الاستخدام. في اجهزة شغالة على الطيار بس. في اجهزة شغالة على الجهد بس. في اجهزة لما الاتنين. تشتغل طيار وجهد ومش كده او بس. في جهاز هنشوفه كمان شوية الجنرال بتاعهم بدلوقتي. اللي هو شغال في كل الورش والمصانع والمحطات. اللي هو الافو ميتر. ده شغال بقى طيار. شغال جهد. شغال مقاومة. فبالتالي الجهاز ده موسوعة. يعني شغال كل حاجة. وده يعتبر بقى موجود في كل الصناعات الكهربية بتاعتنا وتعرضنا لكتير وهنتعرض عنه النهاردة بالتفصيل كتركيب وبشتغل ازاي وبشتغل في ايه وامتى شغالوا مقاومة وامتى شغالوا طيار وامتى شغالوا جهد. طيب. يبقى الجهاز اللي عندنا النهاردة اللي هنشتغل عليه النهاردة بقول لي جهاز ايه الملف المتحرك. وضح بالرأس تركيب ونظرية عمل جهاز القياس. زل ملف المتحرك. ثم مذكر مزياه وعيوب. ادي شكل الجهاز اهو. الجهاز ده عبارة عن ايه? حرف الان اللي انتو شايفينه ده هو عبارة عن حدوة فرس. يبقى عبارة عن ايه بقى? ايه حدوة فرس يا مستر? اللي هي عبارة عن مغناطيس دائم على شكل حزاء الفرس. احنا سميناها كدوة عشان بيشبه حدوة الفرس او حزاء الفرس. فيه كطب شمالي وفيه كطب جنوب. شايفين المنطقة اللي في النص ده هيت. المنطقة اللي في النص ده هيت عبارة عن ايه? ده المؤشر اهو. وده التدريج اللي لسه متكلمين عنه. لو لاحظتوا هنا هتلاقوا ايه? هتلاقوا هنا في عمود دوران اللي احنا بنسميه ملف. وفيه تققلة هنا هيت اللي هو العزم اللي بيخلي اللي بيخلي المؤشر يثبت على رقم معي. طيب نشوف بقى التركيب كده مع بعض. بيقول لي مغناطيس سابت حدوة فرس. حزاءين اللي هو المقصوب به شمالي وجنوب. استوانة من الحديد المطاوع بيثبت عليها طرم الامونيوم. عشان يخلي المؤشر بتاعي يرجع للصف او يتحرك عند القيمة المراب قياس. تمام? نظرية عامله بقى. خلوا بقى ان الجهاز الملاف المتحرك لا يعمل الا عند الطيار المستمر. يبدأ اول حاجة ممكن تجي لي صحي وغلط. يقول لي جهاز الملاف المتحرك بيشتغل مع الطيار المستمر ومتغير. اقول له لا. لان عشان يشتغل لازم يكون في طيار المستمر بس. عشان كده اما اجا اقول لك اذكر نظرية عمله. قل لي عند توصيل الطيار المستمر للملاف المتحرك عن طريق الياي بيتولد مجال. كل النظريات هتلاقي كده. طيار بيعدي في القلب الحديدي بيستنتك في مجال مغناطيس. المجال ده هو بيقو على جذب المؤشر. فالمؤشر يروح جاي يواخده كده من الصف يوديه عند القيمة المراب قياسة في ابسط صورة وفي اقل وقت كمان وانت ما بتحس الكلام ده كله. انت بتلاقي المؤشر مرة واحدة حدث كده يمين او شمال بطريقة عشوائية بطريقة جميلة جدا وبسرعة جدا. يبقى عنده توصيل الطيار المستمر الملف ده هيتحرك هيتولد في مجال مغناطيسي هيعمل انحراف. الانحراف ده هوت بيعمل عنه عن طريق العزم. العزم ده بيتناسب مع مين بقى? يتناسب مع مقدار الطيار اللي ماشي في في الحمل بتاعي. بمعنى يا مصدر. يعني انا مسلا لو قيس طيار كبير بلاقي المؤشر بينحارب في انحراف كبير جدا لغاية لما يوصل القيم. يعني انا مسلا عندي حمل مية امبير. اول ما بوصل الجهاز ده هوت مع الحمل بلاقي المؤشر بتحرك بسرعة جدا واقف عند المية. مباشرة بطريقة رهيبة جدا وسريعة جدا. فبالتالي حركة المؤشر هنا تتناسب تناسبا طرديا مع مين? مع شدة الطيار اللي ماشية في الموصل او في الحمل اللي انا هيسه. عشان كده جميع الاجهزة القياس القراءة بتاعتنا عشان اقراها صح او 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 تتقري كويس الجهاز بيبدأ بيبقى عند الصفر الاول. بوصله بالدائرة القهربية. الجهاز بيروح جاي اقريمه مباشرة. وارى ليه بقى? نتيجة مجال مغناطيسي تولد في الملف. فبالتالي خلى المؤشر يتحرك يمين او شمال حسب التدريج اللي انت شغال عليه. فخلى المؤشر بدل ما كان واقف عند الصف حركه لعند العشرين او التلاتين او الاربعين او المية. طب يا مستر هل المؤشر بيرجع الواحد وكده على طول اول ما اول ما بيقره بيرجع اوتوماتيك? لا. ده مش هيرجع المؤشر عند الصف ان لو شلت الحمل او فصلت المنبع الكهرابي او فصلت الطيار. تمام كده? يبقى جميع الاجهزة اللي قال الملف المتحرك تعمل على الطيار المستمر. برافو عليه. الحاجة التانية. مش كده هو بس. ده الطيار كمان اللي ماشي فيها بيولد مجال مغناطيسي بيتناسب تناسبا ترضيا مع شدة الطيار اللي في السلك عندي او في الحمل المراد اللي انا ايسه. تمام كده? فبالتالي بياخد المؤشر او بياخد القيمة المقاسة ازاي بقى? هي كده عند الصف? بيروح جاي محركة عند العشرة عند العشرين عند التلاتين عند الخمسين حسب القيمة القيمة المقاسة. فبالتالي حركة المؤشر او عزم الانحراف يتناسب تناسبا ترضيا مع شدة الطيار. طب نبص على المزاوي العيوب. مزاوي عيوب. الجهاز دهوت بقول لي حساسيته عالية جدا ودقته عالية. يعني حساس جدا اقل طيار يعدي يمشي يقراه. الحاجة التانية دقته عالية. تدريجه منتظم. ودي حاجة مهمة جدا في الاجهزة بقى. التدريج المنتظم ده اعتبر ميزة في الجهاز مش عيب. ليه? لان التدريجات الغير منتظمة تعتبر ايه في الجهاز? لان مش كل الناس اطير القيمة صح. لان التدريج الغير منتظم عايز واحد هو بيقر. واحد يكونوا تدرب مرة واتنين وتلاتة لان الشرط اللي وقفة فيه مش زي ده. يعني ايه الكلام ده يا مستر? الشرطات اللي شايفينها عاملة زي التدريج بتاع المسترة ده هي في الاجهزة المنتظم او التدريج المنتظم الشرطة مسلا بواحد. لو كاتب لي الشرطة بواحد. وفي اجهزة الشرطة بخمسة. فلو ارى تلات تلات شرطات او وقف عند رقم تلاتة يبقى التلاتة في واحد بتلاتة لو كاتب الشرطة بواحد. طب لو الشرطة بخمسة التلاتة في خمسة بخمستاشة. يبقى وقف عند خمسة فاداني خمساشر امبير او خمساشر فولت. عشان كده التدريج المنتظم سهل جدا في التعامل معاه. لكن التدريج الغير منتظم بيبقى صعب ليه بقى? لان الشرطة مش بواحد ولا باتنين ولا بثلاث. دي بنسبة معينة بيبقى كاتبها للراجل او ايه اللي عليها فبالتالي تبقى صعبة جدا في التمييز او صعبة جدا في القراءة او صعبة جدا انا سجل. يبقى تدريجه منتظم دي ميزة حلوة جدا فيه. يمكن استخدامه لقياس الطيار المتردد. خلي بالك. انت لسه قال هنا يا مستر من شوية ان هو بيشغل مع الطيار المستمر. طب هنا ليه بيشغل مع الطيار المتردد? قال لي هنا باستخدام ايه? موحدات. يعني ايه موحدات بقى? يعني انا ممكن اخلي الجهاز دهوت بدل ما كان شغاله ع الطيار المستمر وده شرط من تشغيله لازم اشغله ع الطيار المستمر. طب ليه هنا ممكن اشغله ع الطيار المتغير? اقلبه بقى عن طريق موحدات. الموحد المقصوب بيه بقى هنا اللي هو الديو. اللي هو الايه? اللي هو الموحد السيليكوني اللي اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت بسرعة كده. عبارة عن شريحتين واحدة موجة بواحدة سالب من مادة السيليكون او مادة الجيرومانيوم ويهي طرفين? لو انا دخلت الموحدات دي على الجهاز مباشرة بتحول الطيار المتغير لطيار مستمر. يعني كده براه? اه براه. يبقى الجهاز ده هو اتخلي بالكو كان شغال على الطيار المستمر. لكن لو انا حطيت موحدات في الطريق بيشتغل على الطيار المتغير. يبقى تمام كده? زي الفل. طيب الموحدات ديت لازم تكون شرط من اساسي انها تستهلق قدرة صغيرة. طيب نشوف عيوب. اول عيب يتأثر بالمجالات المغناطيسية الخارجية. اي مجال مغناطيسي جنبه بتأثر بيه. يعني لو جنبه كابل قهربي. ماشي جنبه كابل كده. وانا هيس جنب السلك ده هو او او السلك اللي انا هشتغل عليه. جنبه كابل ماشي. والكابل ده هو بيعمل مجال مغناطيسي يأصل على قراءة الجهاز. وده عيب عيب خطير جدا. فتأثر بقدم المغناطيس الساب. كل ما المغناطيس بيقدم كل ما بيفقد. فبالتالي بيتأثر القراءة بتاعتي. تلاتة يفقد حساسيته وغالي تمن. غالي تمن جدا مقارنة بالاجهزة اللي هتيجي بعد شوية. يبقى انا كده اخدت مزايا وعيوب الجهاز. نشوف جهاز بقى ده بيستخدم في ما هي استخدامات جهاز القياس ذو الملف المتحرك. اول حاجة يستخدم في قياس الطير المستمر كامبيروميتر. يعني ممكن يشغله امبيروميتر بس شرط يشتغل عبطالي المستمر. وخلوا بالك ولو حطيت موحدات ايوة كده برفو عليك يشتغل عبطالي المتغير. اتنين اهو لقياس الفضل المغناطيسي. ان انا اشيل ايه الياي بتاع التحكم. تلاتة يستخدم كجيلفانوميتر حساس للكشف عن الطيرات الصغيرة. اربعة يستخدم كفولتاميتر متعدد المدى. خمسة يمكن استخدامه كامبيروميتر متعدد المدى. يبقى انا ممكن اشغله ام ميتر. ممكن اشغله فولتاميتر. ممكن اشغله جهاز بيقص الفضل مغناطيسي ودي حاجة حلوة قوي ان تلاقي جهاز فيه التلاتة دول بيبقى برضو مش موجود في الافو لان الافو اللي هناخده كمان شوية اللي هو الحديث دلوقتي شغل على حتين اتنين او تلاتة. شغل على المقاومة وعا الجهد اللي هو الفولت وشغل على الامبروميتر. طيب نشوف كمان سؤال. وضح مع الرسم تركيب ونظرية عمل جهاز القياس القلب الحديد المتحرك التجاذب. يبقى اللي فات ده هو كان قلب حديدي بس. والقلب الحديدي كان متحرك. هنا زود بقى قلب حديد متحرك تجاذبي. طب الجهاز ده هو ادي الشكل بتاعه. ده عبارة عن ايه بقى? هناك كان حدوة فرس. هنا شلنا حدوة الفرس وحطينا ملفين. ملف على اليمين زي اللي انتم شايفينه شكل البقرة ده هو. وملف على الشمال. وحطينا قلب حديدي في قلب البقرة. والقلب الحديد ده عبارة عن ايه? عبارة عن رقائق من الصلب السيليكوني المعزولة عن بعضها بالورنيش. ولف عليها ملف ملف صغير كده هو. ملف سلك نحاس. يبقى ملف قلب حديدي محور دوران اللي انتم شايفينه شكل الدايرة دهوت اللي انا شايفهم بقى دول اللي انتم شايفينهم حرف ايه اللي دهوت مقلوبة دهيت ده بقى الاسقال اللي تلقوا عليها اللي احنا بنسميها فرمالة هوائية مكبس اللي هي ده هيات اربعة دي الفرمالة بقى اللي هتفرم للمؤشر عشان كده قلنا المؤشرات دي ممكن نعمل لها ايه عزم فرمالة فالفرمالة هنا عن نوع ايه بقى عبارة عن مكبس هوى خمسة المؤشر ستة التدريب طيب نشوف الجهاز ده بيشتغل ازاي الجهاز دهوت اول ما بيمر فيه طيار قهرابي في الملف ده هو بيستنتج فيه برضو نفس الكلام مجال معناطيس واتفقنا مع بعض احنا ناس في القهربة ان اي طيار دخل قلب حديدي بيتولد فيه مجال معناطيس فبالتالي عند مرور الطيار القهرابي في الملف بينتق في الملف مجال معناطيس الملف ده بيعمل يبقى بيجذب المؤشر بتاعي على انه يقرى القيمة المراد قياسها فبالتالي نتيجة الحركة المؤشر عن طريق ايه بقى شايفيني المد بس رقم اربعه ده المكبس ده بيعمل طاقة ميكانيكية بيعمل طاقة ايه ميكانيكية الغرض منها بيساعد المؤشر ان هو يتحرك فبيزوق معايا اه تمام بيزوق معايا كده خلوا بها لكم بقى يعني ايه بيزوق معايا القيمة المكاسة داخل المؤشر عشان يخليه يضمن نوع يتحرك مايقفش في السكة بعمل له ايه بقى بعمل له قوة عن طريق المكبس فالمكبس بيحرك المؤشر. ومش كده او بس. ده بيفرمله كمان عند القيمة اللي انا هقسها او القيمة المطلوب قياس. تمام كده? وهنا بقى اللي قال لحركة المؤشر هنا تتناسب مع مربع الطيار. قال له ايه يا مستر الكلام? يبقى الجهاز الاولاني كان بتناسب مع الطيار بس. يعني يبقى تناسب مع الطيار? يعني الطيار لو عشرين هو يبقى عشرين. يعني تناسب طردي. هنا مع مربع الطيار. يعني منضرب الطيار في اتنين? لا يا فندي. ده احنا نربع الطيار. يعني الطيار لو كان خمسة يبقى خمسة وعشرين. يبقى الجهاز دهوت حركة المؤشر فيه تتناسب تناسبا طرديا مش مع الطيار بس مع مربع الطيار وخلوا بالكم دي ممكن تجي لي اكمل او تجي لي صح وغلق. طيب. وضح مع الرئاسم تركيب ونظرية عمل جهاز القهربي اللي هو الحديد برضو النوع التنافوري. هناك كان نوع تجاذبي هنا نوع ايه تنافوري. نشوف شكل الجهاز ايه الاول? اهو ده الجهاز التنافوري. التركيب بتاعه ايه؟ او او الشكل بتاعه ايه. رقم واحد دهوت. المؤشر او التدريد. دهوت المؤشر. هنا بقى عمنا ايه؟ شلنا المكبس الهواي وحطينا مكبس من النوع التنافوري. حطينا مكبس من النوع ايه? يبقى هناك كان نوع تجاذبي حطينا مكبس سواه تجاذبي. هنا مكبس سواه ايه تنافوري. طب السؤال اللي هيجي لي هين? يقول لي ايه نظرية عمله؟ لم برضو بيمر طيار قهربي في القلب الحديد يبقى وفي الملاف بينشأ مجال مغناطيس. بس المجال اللي هينشأ هنا هيبقى متشابه. فالمتشابه هنا هيعمل ايه? هيعمل حركة تنافرية. لو لو تفتكروا كده في سنة رابعة خدنا قانون اسمه قانون كلوم. بيقول لي ايه? بيقول لي الحاجات المتشابهة تتنافر والحاجات المختلفة تتجازب. مش قال كده الكلام ده وخدناه في علوم زمان وخدناه برضو في مادة الاساسيات لو احنا اشتغلنا مع بعض الاساسيات قلنا برضو في حاجة عندنا. الاقتاب المتشابهة تتنافر والاقتاب المختلفة تتجازب. هناك كان القطب الشمالي مع القطب الجنوبي فيه تنافر. هنا لا. هنا الاتنين هيبقوا نفس الخامة. بمعنى ايه يا مستر? يعني هنا الاتنين هيبقى فيه قوة تنافر هتجعل المؤشر هو اللي يتحرك. يبقى عشان كده سمناه النوع التنافوري. النوع التنافوري هتنشأ قوة تنافر فبالتالي هتخلي القلب الحديد يحصل له تنافر فهيد قوة لان التنافر ده قوة جدا. هات كده مغناطيس وقرب الاتنين كده من بعض. بتلاهم اتجازبه. يبقى الشمالي مع الجنوب. طب هيقلي بالمغناطيس كده بايدك بتلاقي فيه قوة رهيبة ده عايز يلمس ده او يجبز بدا بس مش قادرين. فيه قوة بتصد هنا وقوة بتصد هنا. فالقوة دي انا استغلتها وحطتها في مجبس هواعي. فالقوة دي نشأت فعملت في المجبس حركة عاملت عزم فرمال. يبقى العزم الفرمال هناك كان عن طريق تجازب. عزم الفرمال هنا عن طريق ايه? التنافر. نتيجة في الاقطاب هنا ملا. برافو عليكوا. اقطاب متشابهة. يبقى الاقطاب هناك متشابهة. الاقطاب هنا ايه? اقطاب هناك اسف مختلفة. فحصل تجازب. هنا متشابهة. فحصل تنافر. تمام? فالمؤشر تحرك. طب قول لي بقى يا مستر ايه مزاو عيوبها بقى سواء كات تجازوبية او تنافرية. اول ميزة بيقول تستعمل لقياس كل من الطيار المستمر والطيار المتغير. ودي حتة مهمة جدا. ساعات نخش محطات توليد. نلقى لاجهزة اللي فيها اميتر مكتوب عليه ايه ايه دي سي. كلمة دي سي يعني طيار مستمر. واجهزة تانية تلقى مكتوب عليها اي سي يعني طيار متغير. هنا بقى بنعمل ايه? هنا غصبا عني بجيب الجهاز واشغاله على الطيار بتاعه بس. يعني الطيار المستمر يبقى طيار مستمر فقط. لكن لو انا عندي طيار متغير وعايزة ايس وما فيش في الاجهزة اللي عندي الطيار المستمر يبقى مشاين في عايزة الجهاز ده. فالاجهزة دي تعتبر اجهزة شملة شمولية بمعنى ايه? ان هي ممكن تشتغل على الطيار المستمر ومش كده هو بس وتشتغل على الطيار المتغير ودي حتة حلوة اوة باللاقي في الاجهزة. يبقى تستعمل لقياس كلها من الطيارين المستمر والمتغير سهل التصميم رخيص التمن بيتحمل الطيارات الزي ده. يعني لو طيار زيادة ما يتحرقش. خلو بالكم. فيها مترات لما اندخر عليها طيار زيادة تتحرق. لان عادة المقنن بتاعها. لكن ده مستو لو الطيار كان زيد عليها ما يحصل لهاش حاجة. يعني مش هتتأثر زي الاجهزة التانية. طب عيوبه يا مستر. القدرة المفقودة بيه عالية جدا. خلو بالكم. بيحصل منه قدرة عالية جدا مفقودة. فبيسخن بسرعة. انخفاض دقته. الدقة بتاعته مش قد كده. عدم انتظام التدريج. وده العيب اللي قلنا عليه بقى يعتبر عيب خطير. ان التدريج بتاعي هنا غير منتظم. تتأثر بتغيره التردد لتغيير ممنعة الملف. يعني ايه? تتأثر بتغيره التردد. يعني التردد لو تغير كنت تتغير. هو مربوط بالتردد? اه. لأجهزة دي للأسف الشديد بقى مربوطة بالتردد. التغير التردد عندنا في جمهورية مسل العربية سابت على خمسين زبزبة في السنة. تمام كده? فلو التردد تتغير هي تتغير معاه. وده مش اللي اقول لها في المحطات التوليد لان التردد عندنا في جميع الدنيا في البيوت في الورش في المصانع في اي حتة خمسين زبزبة على ايه? عالسنة. طيب نشوف جهاز بعد كده. بيقول لي ما هي استعمالاته? ما هي استعمالات? اجهزة القياس ذات القلب الحديد المتحرك سوى كالتنافرية او التجاذبية. الاجهزة ده هي تستعمل كامبيرو مترات وكفولتا مترات. تمام. يعني انا ممكن اشتغل على الجهاز ده كأنه ليس طيار واشتغل عليه كأنه ليس جهد اللي هو الفولتا متر. طيب نشوف بقى السؤال اللي بعد كده. بيقول لي وضح مع الرأس تركيب ونظرية عمل اجهزة القياس القهروستاتيكية. ايه اجهزة القياس القهروستاتيكية ديت? الاول نتكلم عنها كده. اجهزة القياس القهروستاتيكية هي اجهزة بدل ما يكون فيها ملفات بحط الواح. يعني تستبدل فيها الملفات القهربية بألواح. عشان كده قال التركيب ايه? عدة الواح معدنية سابتة متصلة مع بعضها الطريقة معينة. والطرف التاني متصل مع حاجة اسمها معدن من نفس المعدن. يعني اللوح ده هو مربوط بلوح تاني مربوط بلوح تالت. وتلات الواح دول ايه? من نفس المعدن. طيب. نظرية عمل الجهاز ده ايه? لما بيمر طيار في اي لوح من اللوحين السابتين بينشأ عنه شحنة كهربية. خلوا بالكوا بقى هناك في الاجهزة القلب الحديد المتحرك اللي هو النوع التنافوري. او النوع التجاذبي. او الجهاز اللي خدناه في الاول خالص اللي هو المتحرك العادي خالص. اللي هو اللي اللي فديه تجاذبي ولا تنافوري اللي هو العادي. كلهم بينشأ مجال مغناطيسي عن طريق طيار كهربي فبالتالي بيستنتج مجال مغناطيس. هنا لأ. لما بيمر طيار في الالواح بينشأ شحنة. لان دي كهربة ايه? كهروستاتيكية. يعني ايه كهروستاتيكية كده? هناخدها ان شاء الله في سنة ثالثة. زي هقول لك حاجة. ساعات كده نيجي نركب الفلاشة في الكميوتر عندنا. لقى دي ايه? اتخدت شوية كده او او يعني كهربة سنة. هي مش كهرب. دي بيسموها كهروستاتيكية. بيسموها كهرو ايه? استاتيكية. شحنات موجودة على جهزة. ولو عملنا عملية تقريط قويسة مش هنلاقي الحاجات دي. تمام? طيب. يبقى عبارة عن ايه بقى? لما بيمر طيار في اللوحين بتانشأ شحنة موجبة بينما اللوح التاني بيشحن. اللوح المتحرك. يبقى خلوا بالكوا بقى اللوح السابت بيشحن. فبيشحن اللوح التاني اللوح المتحرك بشحنة سالبة. ففي عندي دلوقتي شحنة موجب وشحنة سالبة. محصلة الشحنتين بتعمل مجال المغناطيسي بيحرك المؤشر. خلوا بالكوا بقى. لو نرتبنا كده افكارنا في الاول خالص. احنا قلنا الملفات اللي موجودة في القلب الحديدي سواء كانت جاذبي او تنافوري. لما بيمر طيار كهرابي بينشأ مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي اللي بينشأ بيعمل عزم دوران او حرقة بتخلي المؤشر يتحرك. والمؤشر بيتحرك عند القيمة المراد قياسة والمؤشر بيفضل ثابت عشان عزم يتحقق. ومش كده وبس. ده بيفرمل عند عزم الفرمل. طب تمام. طب الاجهزة اللي هي الكهرابيستاتيكية ديت. ايه عبارة عن ايه? عبارة عن مجموعة الواح متصلة منها المتصل بالتوالي او بالتوازي. والالواح ده هيت منها السابت ومنها المتحرك. اول ما بيمر طيارة في في الالواح السابتة بيستنتج فيها. بدل ما اقول مجال مغناطيسي بقول شحنة كهربية. والشحنة الكهربية هنا بتققى مجاب. فبتتنقل للوح اللي بعده. بس بتتنقل بتخليه يشحن بشحنة سالبة. فانا دلوقتي عندي كم شحنة? شحنة مجابة? وشحنة سالبة. مجموع الشحنتين? تخيلوا بقى معي هنا. لما بيتدمجوا مع بعض بيعمل عزم دوران للمؤشر. فهنا حركة المؤشر بتعتمد على الكهرستاتيكية اللي هي جاء عن طريقة الشحنة المجابة والشحنة السالبة. لكن هناك حركة المؤشر في الاجهزة التانية اللي هي المتحركة اللي هي التجاذبية والتنافرية تعتمد حركة المؤشر على ايه? برافو عليكم على المجال المغناطيسي الناشئ في القلب الحديدي. عشان كده هناك كان فيها قلب حديدي مقارنة كده سريعة. هنا فيها ايه? الواح. هناك فيها مجال مغناطيسي بيحرك المؤشر. هنا اللي بيحرك المؤشر الشحنات الكهربية اللي نتجت عن الالواح. سوكات الالواح دي سابتة نتجت شحنة مجابة متحركة. ناشئت عنها شحنة سالبة. محصلة الشحنتين مع بعض. اتكادفوا مع بعض. خلوا المؤشر يتحرك. فبالتالي هيقرأ القيمة عشان كده سميناها اجهزة قياس كهروستاتيكي. طيب. الاجهزة دي شكلها ايه? ادي الشكل بتاعها هو اللي انتوا شايفينهم دوت المزللين دول ده وده. دي الواح هي ايه بيسموها الواح سابتة. ده هو تلوح متحرك لو رقم تلاتة. ده المؤشر وده التدريب. تمام كده? طيب. الجهاز ده هوت مزياه وعيوب وايه? عشان لما نجي نقارم بقى بالاجهزة دي كلها. اول ميزة فيه يستعمل لقياس جهد كلا من الطيار المستمر والمتغي. يبقى بيشتغل فولتاميتر. شغال الطيار المستمر وشغال الطيار المتغي. لا يتأثر بالتردد. خلي بقى لك لسه متكلمين شوية من نوع التنافوري ان يتأثر بالايه? بالتردد. يبقى اللي بيداوي العب ده هوت الجهاز ده هو. اننا ما بتأثرش بالتردد وزي الفل. طب تمام. او شكل موج. كفاعته عالية جدا. لا يتأثر بالمجالات المغناطسية. خلوا بالكم المجال المغناطيسي. لما قلنا لو فيه كابل جنبي. وانا بقيس طيار او جودي بالاجهزة اللي فاتت سوكات تجاذبية او التنافورية. كان القراءة تختلف. والقراءة هيحصل لها مشكلة. هنا لا. ليه? لان الجهاز ده هو ما بتأثرش بالمجالات المغناطسية. تمام? دي المزايا بتاحت. طب نشوف عيوبه ايه? انخفاض حساسيته. الحساسية بتاحته بس منخفضة شوية. لكن دكن التجاذبي والتنافوري كان دقته عالية وحساسيته عالية. خلوا بالكم بقى عشان ما انتهش. الاجهزة اللي هناك كانت فيها مزايا هتلاقي هنا عيوب. والعيوب اللي هناك كانت هنا مزايا. فكل حتة او كل كل قيمة قهربية مقاسة ببقى لا يستخدام جهاز معين. وخلوا بالكم بقى. انا ميزالية وانا طالب في سنة اولى اعرف المزايا والعيوب. عشان له هطلع بار سوء العمل يبقى انا خلاص بقى عارف الجهاز ده ايه مزايا عيوبه? لان اتأسست عليها ومش كده وبس. ده انا شفتها فعلا واشتغلت عليها. طيب تتعاصل بالمجالات الشرد. يعني ايه مجالات شرد ده? لو انا بقيس كمية مقاسة وفي مجال شرد يعني ايه مجال شرد بقى يعني يا مستر كده زي قطيع كده ماشي في الشارع وواحد شرد منه لأ. كلمة آآ مجالات شردة هي مجالات بتبقى في القلب الحديدي بس بتشرد عن المجال وبتطلع بره المجال بتسبب مشاكل بتسخن الالة بتسبب ان الجودة بتقل بتاع الالة. فالمجالات الشردة ده هي الجهاز ده وبتأثر بيها ودي مشكلة تانية. كبر حجمها كبيرة الحجم عشان فيها الواح لكن ده كان عبارة عن ملفين صغيرين حضرتهم في علبة صغيرة فبالتالي كان حجمه صغير. لكن ده حجمه كبير ليه? علشان للالواح كتيرة او الالواح اللي انا جايبها مساحة مقطعها كبير فخالت مساحة عشان احطه في العلم. طيب تستعمل كجهاز لقياس الجهد المستمر والمتغير فقط. وديت برضو عيب? اه عيب. لان ما بتشتغلش على الطيار ايه? ايه ايه تشتغل على الطيار المتغير والمستمر هيالك هنا عيب ليه بقى? لان ممكن هناك لو تفتكروا كان بتشتغل على الفيض المغناطيسي. هنا لأ اشتغل جهد وطيار بس. ما ينفعش ايه سفيد مغناطيسي عليه. تمام كده? لابني اخدتني مزايا وعيوب الاجهزة الكهروستاتيكية. نشوف السؤال تاني. وضح مع الرسم تركيب ونظرية عمل اجهزة القياس ذات التأثير الحرار. هنا بقى انا عايز بس نقف شوية عند العنوان ده. هل الاجهزة كلها لو انتم لاحظتم كده منها كان التجاذبي? منها كان التنافري? منها كان الكهروستاتيكي? النهاردة هنخش على نوع تاني اسمه التأثير الحراري. هل ده هو بيفكرك بحاجة او 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 التنوع ده هو مطلوب مني او مطلوب ان انا اعرف ده كله? اه مطلوب. طب ليه مستر الكلام ده مطلوب? خليكم بقى معايا دي واحدة كده قبل ما نخش على الجهاز ده هو نعرف يعني ايه تأثير حراري. الاول خالص الاجهزة اللي خدناها في اول ما اشتغلنا قلنا فيه اجهزة قلب حديدي ثابت. وفيه اجهزة قلب حديدي متحرك. وفيه اجهزة تجاذبية. وفيه اجهزة تنافرية. وفيه جهاز دلوقتي اطلع لنا هو اسمه التأثير الحراري. طب ليه ما خلناش الاجهزة دي كلها فكرة واحدة وخلصنا الدور? يعني ليه ليه عمالنا ده كله? لان فيه اجهزة بتشتغلشها اللي بقوة تنافر. وفيه اجهزة تانية ما ينفحش تشتغلها بقوة تجاذب. طب التعدد ده حلو? اه طبعا. التعدد ده لو مش موجود هنلاقي جهاز واحد بس وممكن تبقى فيه عيوب كتير جدا مفيش بديل. مش هقدر اجيب بغيره وهو ده اللي موجود معاي. لكن التنوع ده قد حلو ليه كراجل في كهرابة او في الالكترونات او في حسيبات. ان انا ملقتش ده اهو الاقي ده اهو. الجهاز التنافوري ده اهو. لو مش موجود يبقى فيه تجاذبي. نظريت العمل واحدة على فكرة. والتركيب واحد. والاستخدام واحد. والمزايا واحدة. والعيوب واحدة. لكن من جوة التركيبة بس تختلف في حتة صغيرة. الفرمالة هنا كانت عن طريق التحكم عن طريق شوية تجاذب. التحكم هنا والفرمالة عن طريق شوية تنافر. هنا التحكم عن طريق التأثير الحراري. خلوا بالكم. الاجهزة كلها تعتبر فكرة واحدة. الوحيد اللي شرد عنهم اللي هو الكهروستاتيكي. بدل ما بيشارع عن ملفات بيشارع على الواح. ده الفكرة بس اللي في. عشان بس النقط دي بحب بربطالكو عشان ما انتهش من بعض. يبقى لجهزة تنافرية سواء كانت تجاذبية او تنافرية او قلب حديد متحرك او قلب حديد ثابت. كلها فكرة واحدة. ملفات بيمر رفع طيار بينشأ مجال مغناطيسي بيحرك المؤشر. وظيفة الحمل الفرمالي اللي هنا سواء كانت التجاذبي او تنافوري او حمل فرمالي باسقال وظيفته الاساسية ايه? حركة المؤشر. عشان يسبت المؤشر على رقم وما يخليش المؤشر يحصل له انحراف. او يتزبزل. يبقى مستقر. تمام كده يا ولاد? طيب. الاجهزة اللي بتنوع تتنوع من مكان لمكان لمكان لمكان. ديت عشان ايه بقى? عشان لو انا مثلا جيت صممت التجاذبي هلاقي في عيوب. العيوب ديت دوها مين? الله ينور عليكم. اللي هو القلب الحديديل السابت. الاجهزة التالتة فيها برضو مزايا وعيوب اللي هي القهر الستاتيكية. كانت في مزايا هناك. عدلناها في القهر الستاتيكية. فبالتالي مزايا ديت كانت عيوب هناك. وعيوب ديت كانت مزايا هنا. فالتنوع مطلوب في الحتة دي. عشان كده في سؤال يجي لي يقول لي يا مستر ما هيكل لها فكرة واحدة ايه? طب ليه عملنا جهاز تنافوري وتجاذبي وجهاز 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 وعددنا والحاجات دي كلها بتبقى تقيلة علينا. هي مش تقيلة ولا حاجة. التنوع ده كان مطلوب جدا. والتغيير فيها مطلوب جدا. علشان العيوب اللي كانت هنا. جوانا مسلا شغال في مكان. المكان ده كله مجالات مغناطسية شردة. او كله مسلا مجالات مغناطسية شغال في محطة محاولات وكلها كابلات. وكلها مغناطسية. في اجهزة لو قربت من المحطات المحاولات او قربت من المحاولات او كابلات مش هتشتغل. ولو اشتغلت هتدت قريمة كيمة مش مزبوطة كيمة خطأ فبالتالي لو ما فيش البديل بتاعها هتطرر كده غزبا عني كل مرة اخد قراءة خطأ واع وضضرب في معاملات والقراءة تطلع مش مزبوطة وخلوا بالكم احنا شغالين زي ما قلنا فين في الكهرباء والكهرباء دي مكان حساس جدا الواحد من عشرة امبير يفرق معايا تتوقف ايه حياة ناس كتيرة فخلوا بالكم الحتة دي عشان كده الاجهزة القياس تنوعت واختلفت مسمياتها مصلحة لنا احنا كشغالين في التخصص ليه مستر علشان الحتة اللي بتلكوا على دي بشغال في مكان مقفول والمكان ده ودرجة حارته عالية جدا ما ينفعش شغل الملف المتحرك اللي هنشتغل عليه كمان شوية ليه لانه بتأثر بدرجة الحرارة فبالتالي لو ما فيش اللي الجهاز ده هو موجود عندي فغزبا عني القراءة هتطلع مش مزبوط فبالتالي اعرض لناس الكتير للخطر ومش انا وبس ده انا عرض لاجهزة كمان للخطر وعرض المعدات اللي انا شغال عليها لي الخطر او اعرض المؤسسة كلها للخطر لان الواحد من عشر بحيث المكان اللي انا شغال فيه ما انا عندي فيت باك حلو عارف ان لاجهزة تشغل في المجالات الشاردة وما تتقسرش جهاز تاني لو скорее منه درجة حرارة عالية ما يشتغلش. جهاز تالي لو انا عندي مجالات مغناطسية كتير جدا ما يشايشتغل. فبالتالي لازم ادرس واحد واتنين وتلاتة واربعة وخمس انواح كمان. وكل ما بتزلس الحاجات ديك بيتبقى مصلحة لك انت كطالب وطالبة في التعليم الفني قسم كهرابة او قسم حاسبات او قسم اكترونات. عليتنا ليه بناخد اكتر من نوع عشان بس النقطة دي تختلف المسميات لكن نظرية واحدة. بجا اقول لك ايه بقى? وضح مع الرأس تركيب ونظرية عمل اجهزة القياس زاتة التأثير الحراري. يبقى فيه اجهزة القياس زاتة تأثير حراري وفيه اجهزة القياس زاتة التعامل التجاذبي او التنافري او القلب الحديدي السابت والمتحال. نشوف الجهاز ده عبارة عن ايه? قال للتركيب سلك من سبيكة البلاتين وشارط يكون سلك من سبيكة البلاتين عشان يستحن. اتنين سلك توطر. ايه سلك توطر ده يا مستر? هو السلك يعني بيخاف بيترعش متوتر. لا طبعا كلمة سلك توطر بيبقى مصنوع من الحرير. بنسميه سلك توطر وبقى ملفوف على بقرة ولكن تركب من سلكين؟ سلك سبيكة بلاتين وسلك توطر. بقرة خيط حرير عمود دوران تدريج قرس ألمونيوم مؤشر طيب الجهاز ده هوا يا مستر الشكل ايه? ادي الشكل بتاعه. اهو. ادي المؤشر فوق اهوت. ده التدريج. ده تقرس الالمونيوم اللي قولت عليها هوت. ده هوت اللي انتو شايفينه من الف لبه ده هوت ده السلك البلاتين. المنطقة من اتنين لغاية ده هي. ده سلك حراري. اللي هو سلك الحرير. ده هوت الياي. ده عبارة عن مصمار السلك مربوط فيه. ودي العلامة بتاعت المصمار ان هو مربوط فين? في جسم الالة او في جسم الجهاز بتاعي. يبقى ده التركيب بتاعه هو. طيب. نبص بقى بيشتغل ازاي? الجهاز ده اعتبر مهم جدا في شغله. حساس جدا. بقول لي لما بيمر طيار كهرابي في سلك التسخين بيتمدد. ده اساسي. السلك اللي عندي مصنوع من البلاتين. السلك ده هوت اول ما بيمر فيه طيار كهرابي هيسخن. فاول ما يسخن طوله هيزيد. بيتمدد. بحيس يرتخي سلك التوتر. سلك الحرير اللي عندي ملفوف على بقرة حرير بيسموه سلك التوتر. اول ما البلاتين بيسخن خلوا بالكم الكلام بيمر طيار كهرابي. بيسبب سخونة لسلك البلاتين. فلما بيسخن بيتمدد. يعني طوله بيزيد. فبالتالي بيرتخي سلك التوتر. فالخير بتاع الحرير بيرتخي. فلما يرتخي يعمل يبقى? يشد الياي. فالياي بطبيعته يحرك البقرة. فالبقرة تروح جاية محركة المؤشر. فالمؤشر هي رقيمة. يا يا مستر. كل الفيلم ده هو. بيحصل جوه الجهاز من جوه. ده انا اول ما بدخله على الطيار بيقره مباشرة. ما احنا مش شايفين اللي بيحصل جوه ايه. عشان كده الميزة الحلوة بقى ان احنا نعرف نظرة العمل بتاع كل جهاز بتشتغل ازاي. علشان بعرف انت اه انت كل اللي قدامك علبة وفيه شريحة ازاز والمؤشر تحتها. انت كل شايف ايه زي امبير العربية كده. كل شايف والمؤشر بتحرك كمين وشمال. بس. لكن بيشتغل ازاي من جوه? لا تعنيه. لا ده انا في كهرباء لازم اعرف تعنيه ولا ما تعنيه. عشان اعرف الجهاز ده بيشتغل ازاي. هروح مؤسسة المؤسسات اشتغل فيها. ممكن يسألني السؤال ده. يقول لي الجهاز ده بيشتغل ازاي? وانا كمان ابقى عارف وليا في الصيانة. لما اجا شغلوا الصيانة لان عندنا طبعا بعد كده الاجهزة دي ممكن نعمل لها عملية صيانة. لما انت حاجة بتعطى منك بتودها المتخصص يصلى حالك. لازم تكون عارف النظرات دي شغالة ازاي? لان اللي ممكن يكون العرف في سلك اللي هو سلك البلاتين. ممكن يكون العرف في سلك الحرير. ممكن يكون العرف في البكرة. فلازم اعرف الالة دي او الجهاز ده بيشتغل ازاي? وكل تفصيلة فيه? علشان لما اجا اعمل له عملية صيامة فيه ما بعد. ابي عارف بيشتغل ازاي? زي اللي بيشتغل في المحمول. بيبقى عارف الانواح كلها. ومش كده وبس. وعارف البوردة بتشتغل في ايه? وايه? الاجهزة دي فيها ايه? وفيها ايه? والمقاومات اللي فيها والمكسفات. مش معقول وديت له حتى اي مركب المركب بيشتغل عليها. خلاص واتدرب وعرف ومارس. لانه عرف انه او ده بيشتغل ازاي? وعرف انه او ده بيشتغل ازاي? وعرف انه او ده بيشتغل ازاي? فبالتالي انت في كهرباء او في قسم صناعات كهربية شعبة كبيرة فيها تلات تخصصات لازم تبقى عارف الجهاز ده من جوه تركيبه ايه? لو مش كده وبس وبشتغل ازاي? عشان بعد كده لما اجي اعمل له عملية صيان او يقع تحت ايدي وفيه عطل معين اصلحه وانا عندي علم بشغله ازاي? تمام كده? يبقى نظرية عمله اقولها بقى كده بسرعة. السلك بتاع البلاتين بيتمدد نتيجة طريق قهرابي لانه عصال له عملية تسخين. فبالتالي بيأثر على البقرة فالبقرة بترخي سلك الحرير. سلك الحرير ده بيروح جايش شادد المؤشر. المؤشر يتحرك على القيمة المرات قياسها. ودي في ابسط نظرية عمل. خلوا بقى لكم بقى كده لما تفتكروا معايا احنا خدنا دلوقتي اربع جهزة. كل جهاز ليه نظرية عمل مختلف. ملفين مر فيهم طيار قهرابي. اتولد فيه مجال النوع التجاذبي بيجذب الايه? المؤشر. التنافري ملفين مر فيهم طيار استنتج فيه قوة دفعة. القوة دي فعل راح الجاية شد المؤشر. اللي حرك المؤشر قوة التنافر اللي موجودة. لان القطبين شكل بعض يعني شمالي مع شمالي. فحصل التنافر. تمام كده? نخش على القوة الساتيك. شو احنا مجابة مع شو احنا سالبة عملت ايه? عزم انحراف المؤشر فالمؤشر راح جايزة متحرك معايا. شايفين الكلام? هنا النظرية اختلفت خالص. لان الجهاز ده يعتبر شغال على التأسير الحراري. عشان كده سموها اجهزة القياس ذات التأسير الحراري. يعني ايه تأسير حراري? يعني اول ما بيمر طيار هيعمل لعملية تسخيل للملاف اللي احنا سميناها سلك البلاتين. اول ما سخن اتولد في مجال خلى تمدد. اول ما تمدد عمل حاجة اسمها ارتخاء للبقرة. البقرة دي تشد سلك حرير. سلك الحراريها جاي ايه? مهو شوية كده. خلى المؤشر اتحرك على القيمة المرات قياسها. خلوا بالكم انا قلت الاربع نظريات بالتفاصيل كده في كلمتين. الموضوع سهل جدا على فكرة اولاد. مش محتاج ان انت تصعبع نفسك. الفكرة بس تبع عارف الجهاز ده هو بيشتغل جوه ازاي? لانك لو عرفت بيشتغل جوه ازاي زي ما قلت من شوية هتعرف تعمله سيانة. هتعرف تعمله اللي انت عايزه. طب تمام. نيجي نشوف المزايا والعيوب. اول ميزة بيشتغل مع الطير المستمر والمتغيي. لا يتأثر بالتردد. دي حاجة حلوة قوي. ولا شكل الموجة. يستخدم كامبيروميتر لقياس الطيار. ولا يتأثر بالمجالات الشردة. شايفين المزايا دي كتعيون فيها جهزة تانية. فده دواها. طيب. التدريج غير منتظم. هوا هب بقى ده يا مصر بقى اللي احنا مش عايزين. والعيب هنا ايه? ان تدريجه غير ايه? منتظم. ومش كده وبس. ده بياخد وقته طويل عشان المؤشر يتحرك. ومش كده وبس. ده هياخد وقت كتير عشان يرجع لمكانه. لانه ما اعتمد على التسخين. فالمؤشر لازم يستنى بقى لما يبرد عشان المؤشر يرجع لايه? لوضع الصفر بتاعه. يتأثر بدرجة حرارة التجاوزة. ما قلت لكم من شوية ان الجهاز ده ما يفعش اشتغل في غرف مغلقة او في مكان في حر. تمام? طيب. نعمل ايه بقى عشان نتكلم النهاردة? كلمنا النهاردة بسرعة كده في في اجلس القياس. وكده انتهينا من الباب التاني وقام وراجعة. اتكلمنا على اجلس القياس الحرارية واجلس القياس الكاروستاتيكية. بشكركم جدا وكنت سعيد معاكم النهاردة بجد الحلقة كدسمة وكاد فيها شغل كتير. اتمنى تتابعوها. واتمنى لكم ان شاء الله بازن الله عام سعيد وعام دراسي بازن الله. اه يكون كويس علينا بازن الله. وامتحاناتنا تكون بخير بازن الله. شكرا ليكم ببيتنا مدرسة. كنت معاكم. وشكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.